اول خطوة صديقي سوف تقوم بتحميل هذا التطبيق سوف تجدونها بالوصف اسفل هذا الفيديو طريقة استخدام التطبيق وللحصول على رقم امريكي وكذلك الانترنت المجانية بشاهدة الاعلانات كما تلاحظون كل يوم سوف يعطيك مئة نقطة في الاول سوف يعطيك عشرون نقطة اليوم الثاني تلاتون يوم تلات ستون الرابع تمانون الخامس مئة وفوق الخامس يعني اليوم الخامس سوف يعطيك كل يوم مئة نقطة في مشاهدة الاعلانات بالنقر على كما تلاحظون الاعلان الان شغال سوف ننتظر رأيت ما ينتهي ولو سوف يعضف لنا النقاط للحساب الخاص بنا الان بعدما تم الانتهاء من مشاهدة الاعلان كما تلاحظون تم اضافة النقاط الى الحساب نرجع الى الوراء كما تلاحظون نرجع الى الوراء مرة اخرى شاهدوا معي جمعة 3490 نقطة من التطبيق هذه النقاط يمكنك تحويلها سليقي للحصول على رقم امريكي وكذلك انترنت مجانية كيف ذلك نرجع الى الوراء الصفحة الرئيسية للتطبيق كما تلاحظون حصلت على ازياد من خمس ارقام كما تلاحظون هناك رقم بلجيكي استرالي كندي وكندي وهنا سوف نجد ارقام اخرى بالنقر على ونصديقي سوف تقوم باختيار اه الرقم مثلا للواتساب او مثلا للانتنت المجانية او مثلا لمكالمات الدولية فانا سوف اقوم باختيار للواتساب باضغطها لكانتينيو وهنا سوف ياردلي مجموعة من الارقام وتشغل على بعض التطبيقات كواتساب واتساب بيزنس تليجرام تطبيقات الالعاب شوبين فيسبوك انستغرام جيميل وغيرها من التطبيقات الاخرى لتفعيل بالرقم كما تلاحظون كالبايبال وغيرها انا سوف نقوم باختيار مسلا واتساب ثم بعد ذلك سوف ياردلي مجموعة من الدول من بينها استراليا بلجيكا كندا فلاندا مكسيك بورتوريكو سويد وكدلك تايلاند انت تقوم باختيار الرقم الذي تريد حسب اختيارك فمثلا اذا اخترت بلجيكا سوف ياردلك رقم بلجيكي كما تلاحظون امامكم يمكنك صديقي من خلال هذا الرقم ان تقوم بتفعيله بالواتساب والواتساب بيزنس ايضا سوف نرجع الوراء مثلا الرقم الكنادي الرقم الكنادي يمكنك تفعيل به مجموعة من التطبيقات دفعة واحدة كما تلاحظون هنا في حالتي اصدقائي سوف اقوم باختيار الرقم الكنادي بطبيعة الحال لانه يفعل مجموعة من التطبيقات اول شي قبل ان نقوم اصدقائي باختيار الرقم سوف نقوم بوضعه في واتساب هل تم تفعيل بالواتساب سابقا من طرف شخص اخر ام رقم فريش يعني رقم جديد كليا سوف نقوم بالتوجه الى واتساب ثم نقوم اصدقائي باضافة رقم واحد هنا وهنا سوف نقوم باضافة الرقم خمسمائة وتسعة وسبعون ثم نضغط على نيكست كما تلاحظون اصدقائي الرقم شغال الآن سوف نقوم بالتوجه الى التطبيق مرة اخرى ثم نضغط على ثم نقوم اصدقائي بالنقر على هذا الخيار هنا ثم نقوم اصدقائي باختيار الباقة التي نريد مثلا سبعة ايام بستمائة نقطة اذا اردت الرقم يبقى معك تلاتون يوما تقوم باختيار الف ومائتين نقطة انا سوف اقوم اصدقائي باختيار تلاتون يوم نضغط على get ثم نضغط على get مرة اخرى كما تلاحظون هذا والرقم الخاص بنا تحصمنا عليه الآن اصدقائي سوف اقوم باضافة مثلا بجيميل خاص بي مثلا لسبيل المثال ثم نضغط على next كما تلاحظون اصدقائي الآن هذا هو الرقم الخاص بي الآن سوف اقوم بتفعيل الواتساب بالتوجه الى واتساب ثم اضغط على next ثم اضغط على switch ثم انتظر عندما يصلني كود التفعيل في التطبيق اقوم بعمل refresh كما تلاحظون توصلنا بكود التفعيل سوف نقوم باضافته وكما تلاحظ صريق المتابع تم تفعيل الواتساب بنجاح برقم كنادي وكما تلاحظون تم تفعيل الواتساب بنجاح الآن سوف نتأكد من الرقم كما تلاحظون نفس الرقم كما تلاحظ على الحساب هذا ما يخص بتفعيل الواتساب برقم وهم سواء كناضي امريكي بلجيكي او اين يكون بخصوص الحصول على انترنت مجانية فكل ما عليك صديقي الآن هو التوجه الى خيار الاسيم نقوم مصديقي بالنقر عليها ثم نقوم بالنقر على get asm data ونسوف يعطيك مجموعة من الدول انت تقوم باختيار دولتك ونسوف يتجد الدول الامريكية الاوروبية الاسيوية وهنا الافريقية وبعض الدول هنا كاستراليا ونيوزيلاند انا مثلا في افريقيا او مثلا سوف نجد الجزائر كذلك سوف نجد مصر المغرب تونس ليبيا كما تلاحظون فمثلا انا سوف اقوم باختيار دولتي المغرب ونصدقائي سوف احصل على واحد جيجابايس بألف ستمائة نقطة وفايف جي كما تلاحظون اصدقائي سرعة الانترنت فهي فايف جي اقوم اصدقائي باختيار واحد جيجابايت ثم اضغط على سيلكت او بلان كما تلاحظون تم الحصول على الف ميجابايت اي بما يعادل واحد جيجابايت وكما تلاحظون هنا في الشاشة فسوف يطلب منك اصدقائي ان تنتظروا ريتما يعطيك خيار اضافة بطاقة الاسم على الهاتف الخاص بك الان سوف نقوم بالنقر على هذا الخيار هنا نتو انسطل ثم نقوم اصدقائي بالضغط على خيار انستاليشن هذا الخيار هنا بالاخضر نضغط عليه ثم اصدقائي نتبع الخطوات كما تلاحظون بالنقر على السيم ثم نضغط على النيتوارك ثم نقوم اصدقائي باضافة بطاقة الاسم كما تلاحظ او يمكنك صديقي ان تقوم بعمل سكان لهذا الباركود بطريقة اوتوماتيكية سوف تنضف البطاقة فهي اسهل طريقة او يمكنك اضافتها عن طريق يعني بطريقة يدوية فانا سوف اقوم اصدقائي بتفعيلها عن طريق الباركود سوف اقوم اصدقائي باخذ لقطة شاشة ثم اتوجه الى الاعدادات ثم اضغط على الكونيكسيون ثم اضغط على السيم ماناجر ثم اقوم اصدقائي باضافة او بالنقر على اد اسم ثم اضغط على اوكي ثم اقوم اصدقائي بالنقر على سكان كيو ار كود لدي صورة للباركود سوف اقوم باختياره ثم اقوم اصدقائي بالتأشير على الباركود على هذا الشكل ثم اضغط على دون كما تلاحظون اصدقائي الان سوف يتم اضافة الاسم الخاصة بالتطبيق بشكل اوتوماتيكي فهي اسهل طريقة افضل من اضافتها بطريقة يدوية كما تلاحظون نقوم اصدقائي الان بالضغط على اد او اضافة ثم ننتظر غير ما ينتهي من عملي وكما تلاحظون تم اضافة بطاقة الاسم وكما تلاحظ هذا هو مكان وهذا واسمها اسم ثلاثة سوف نقوم اصدقائي الان بتفعيل البيانات الهاتف كما تلاحظون يعني غير موجودة يعني الريزو او الشبكة ولكن ننتظر ريتما تظهر الشبكة كما تلاحظون الان الشبكة وصلت الان كل ما لنا اصدقائي ان نقوم باطفاء الواي فاي ثم نقوم بتشغيل بيانات الهاتف الان سوف نتوجه اصدقائي لمشاهدة هل هناك انترنت ام لا كما تلاحظون الانترنت شغالة واذا لاحظتم اصدقائي ان هناك يعني فقط الاش بليس كل ما عليك صديقي اللي تحولها الى 4G او 5G تتوجه الى النيتورك موبيل نيتورك هنا ثم تقوم اصدقائي باختيار ال 5G هنا كما تلاحظنا سوف اتركها 4G على هذا الشكل لكي لا تأخذ من سبيب الانترنت بشكل كبير وتبقى معي لمدة طويلة كما تلاحظون فهذه هي طريقة الحصول على انترنت مجاني من خلال تطبيق واحد سوف تحصل على رقم امريكي وكذلك سوف تحصل على انترنت مجانية